ساعات بحس إنه الفنانين بتوعنا اللي هم العتاولة زي ما بيقولوا بيبقوا مهمين لي لإنه دلوقتي كمان حتى الدراما وأعتقد أن المتحدة بتسعد إنه يبقى فيه أكبر عدد من الفنانين كل واحد بطل في دوره يعني طبعا فيه النجم والنجمة لكن كمان الأبطال اللي بيبقوا موجودين مع النجم والنجمة هم كمان أبطال عشان العمل كله يبقى تقيل وده حقيقي اللي بقى حاصل في حاجات كتير وعشان كده الناس لسا لما تقول مين مليحة اللي موجودة دي في جزيرة غمام بتلفتي الأنظار في حاجات كتير كنت لسا بتفرج على مسلسل العودة من المسلسلات كمان الجميلة اللي فيها مجموعة من الأبطال اللي موجودين شريف سلامة طرعماد وأسماء كتير دورك المرأة الصعادية المرأة الصعادية أصلا مزهلة يعني بالذات المرأة الصعادية الجديدة المتطورة اللي بتحبي على ولادها بس عارفة العادات والتقاليد والأصول وانت عاملت دور أنا أصدقك جدا أنك صعادية بقى من سهاج من المينيا من جينة يعني عاملت دور صح جدا العودة أنا عاملة فيه الدور ده وأنا مبسوطة جدا جدا وأنا بعمله ده دور أنا كان نفسي عامله من زمان وعملته الحمد لله مع الأستاذ أحمد حسن وهو مخرج من المخرجين اللي أنا بحبهم بحترمهم جدا جدا برضو ده مخرج بيحب الممثل فيه مخرجين ما بتحبش الممثل فيه مخرج بيحط الممثل كأنه قطعة من أدواته بس لكن مش بيهتم بيه كممثل لكن الأستاذ أحمد حسن الحقيقة بيحب الممثل جدا الشخصية دي أنا عملتها وأنا فرحانة بيها جدا جدا واشتغلت عليها ذكرتها كويس جدا وعملت نفس الشخصية دي في مصرح قبل كده عملتها وكنت ليه حبها ليه الشخصية دي كنت حبها عشان شخصية قوية فيها كل المواصفات بتاعة المرأة مش بس الصعادية يعني فيها ملامح من سيداتنا من الست المصرية عموما يعني اللي بتخاف على أولادها اللي بتحافظ على التقاليد القوية الحاكمة اللي الكلمة بتقولها الكل بيعمل لها ألف حساب فشخصية عجباني جدا جدا عندها ابن عمدة لكن هي اللي مدورها للحكاية يعني صح تمام فالشخصية حلوة وأنا حباها جدا جدا وشوفت رد الفعل الناس مبسوطة منها قوي لا ولما بتجيبي البنات وتقعديهم قدامك ما حدش عارف يغلطك يعني مختلفة شوية برضو ايه لا صوتك عالي لا في ترياءة ولا تهكم يعني عارفة تعملي شخصية بشكل مختلف حقيقي حقيقي دي الأم هي دي الأم أيوة صحيح هي دي الأم اللي احنا بنشوفها في بيوتنا أيوة فهو ده الشكل الحلوي يعني ما أنا متأثرة بالأم دي أنا متأثرة بالأم بتاعتنا دي